واقع مياه الإسالة في البصرة بات حرجا للغاية من جراء انخفاض المناسب في قناة البدعة التي تعتمد عليها محطات تصفية المياه في تغذية الأحياء السكنية ويحذر المسؤولون في دائرة الماء من بلوغ الأزمة ذروتها إذا استمر الحال دون علاج في ظل تعذر الاتكال على نهر شط العرب لارتفاع نسبة الملوحة في مياه لحد الآن ومنذ تاريخ ثلاثين واحد اليوم انه عشرين يوم قناة في انخفاض ثابت معدل التصريف بين مترتين إلى ثلاثة متار في أحسن الأحوال هذا أولا شقة الثاني مياه شط العرب لحد اليوم والفحوصات موجودة أمامي لحد اليوم الأملاح في مركز شط العرب أربعة آلاف جزء بالمليون شحة المياه وملوحتها أصبحت من الأزمات الملازمة لحياة البصريين الذين تخلوا عن مياه الصنابير لشدة رداءتها وباتوا يعتمدون على شراء المياه المعدنية بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة بإنشاء مشروع واحد لداخل مياه العذبة إلى منازلهم المشاريع الفلوسية كلها بالجيب إذن ماكو ماء أبدا ماصي لك كل شهر جغلت الماء لا يزال أكو بوك فساد موجود فضيع أنا عنده طفلة سبعت بالحمام ووديتها حتى المستشفى التعليم حتى الجسمها كلها انتفر حب وديتها الدكتور خاص قال لي يا باي شغلة ماء الماء هاي وحتى شعراء البصرة كتبوا قصائد تتحدث عن محنة مدينتهم مع المياه وهي التي يشطرها نهر شط العرب إلى نصفين إلى السادة حكام البصرة من حزبيين إسلاميين أو من حزبيين مستقلين لم تذكرهم سورة الأحزاب فلنخجل من شط العرب الآن وتؤمل الجهات الرسمية البصرين بقرب تحسن نوعية المياه بعد أطلاق وزارة الموارد المائية كميات من مياه سد سام الراء باتجاه نهر دجلة والفرات جاهزين والبصرة يعني الكمية الوافدة إلى ما راح تخوفها بالعكس راح تعزز الإيرادات المائية لكن هذه البشرة بتحسن نوعية المياه الواصلة إلى المحافظة قد لا يدوم تأثيرها طويلا فالناس تبحث عن حلول جذرية وليست آنية سعد قصي الحرة مدينة البصرة